موسيقى السلام عليكم نشرة الواحدة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين عشرون قتيلا وأكثر من خمسين جريحا من قوات عملية الكرامة في ثلاثة أيام ببرغازي والأمم المتحدة تدين تصاعد القتال وتدعو لوقفه فورا حكومة الأزمة تلوح باستعمال القوة لمنع دخول السفن ميناء السدر النفطي وتصف العمل بالقرصنة ومحاولة سرقة النفط الليبي انطلاق جلسات الحوار في الصخيرات وليون يجتمع الخميس بعمداء البلديات والنواب المقاطعين واستغياب ممثل المؤتمر أهلا بكم لقيا عشرون عنصرا من قوات الكرامة مصرعهم وجرح أكثر من خمسين أخرين في معارك مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في محور الليثي ببنغازي في الأيام الثلاثة الماضية وأعلن مركز بنغازي الطبي أنه استقبل الأربعاء ثلاثة عشر قتيلا وما يقرب من خمسين جريحا في مسقط البقية الثلاثاء في معارك بشارع الحجاز وسوق اللحوم بالليثي ويشهد محور الليثي هذا الأسبوع مواجهات هي الأعنف بين قوات حفتر والقوات المساندة لها من جهة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي من جهة أخرى في بنغازي أيضا أفد مصدر طبي بمستشفى الجلا بأن المستشفى استقبل في الساعات الأولى من صباح الخميس طفلين أصيبا نتيجة سقوط قذيفة عشوائية بأحد الأحياء شرقي بنغازي ووصف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار وضع الطفلين الصحي بالمستقر مشيرا إلى أن عمرهما لا يتجاوز السنة شهدت بنغازي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من جهة والقوات التابعة لحفتر من جهة ثانية تسببت في عدد من القتلى والجرحة مركز بنغازي الطبي أكد استقبال ثلاثة عشر قتيلا وما يقرب من خمسين جريحا من قوات حفتر بعد محاولتهم التقدم في مناطق يسيطر عليها مقاتل مجلس شورى ثوار ولم يقتصر الأمر على هذه الاشتباكات فقد قام سلاح الجو التابع لعملية الكرامة بغارات على عدد من المناطق قذيفة سقطت على أحد الأحياء شرقية المدينة تسببت في إصابة طفلين لا يتجاوز عمرهما السنة قذيفة أخرى سقطت هذه المرة داخل مستشفى الجلال الجراحة والحوادث تسببت في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين ونتجت عنها أضرار مدية بمبنى المستشفى في الميدان أعلن مجلس شورى ثوار أنه حقق تقدما في محوري سينية عزيزة وصوق الحوم بمنطقة الليثي كما أعلن استمرار سيطرته على جميع التمركزات والنقاط التي شهدت اشتباكات خلال الساعات الماضية أوضاع أبنية متوترة ببنغازي يذهب ضحيتها أبرياء كانوا ينتظرون انفراج الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد نفى مركز بنغازي الطبي الأنباء التي تنقلتها صفحة التواصل الاجتماعي والتي تفيد بإغلاق قسم العمليات الجراحية بالمركز أضف المركز على صفحته على الفيسبوك أن قسم العمليات الجراحية مستمر في العمل ويقوم باستقبال الجرحة مشيرا إلى وجود أطباء من جميع التخصصات بالمركز وأشار المركز أيضا إلى أنه قدم العلاج لأكثر من 23 حالة تم تحويلها من مستشفى الجلاء دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم برنادين ليون بشدة تصاعد القتال في بنغازي ودعا ليون في بيان للبعثة نشير على صفحتها الرسمية جميع الأطراف لإنهاء فوري للقتال ووقف الهجمات العشوائية فورا مشددا على أنه آن الأوان لبنغازي التي عانت لزمن طويل أن تتمتع بالسلام حسب وصف البيان وجدد البيان التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا وأن استمرار الأعمال القتالية لن يجلب سوى المزيد من الموت والدمار إضافة إلى تعميق معاناة السكان أعلن فرع شركة ليبيان للاتصالات بالمنطقة الشرقية استمرار الحملة الإغاثية التي تقوم بها الشركة في بنغازي ودرنة لليوم الرابع على التوالي تحت عنوان لبيان الخير ذكرت الشركة على صفحتها بموقع الفيسبوك أن المستهدفة من هذه الحملة هم النازحون في أكثر من ثلاثين مدرسة بمدينتي بنغازي ودرنة تجدر الإشارة إلى أن الحملة تسادف خمسمائة عائلة في بنغازي ومئتي عائلة في درنة قالت حكومة الأزمة إنها ستشرع في مقاضات كافة الجهات التي تقف وراء محاولة نقلتين نفط الرسوة في ميناء السدرة من دون إذن وفي بيان لها الخميس أكدت حكومة الأزمة أنها تعتبر هذا العمل قرصنة ومحاولة لسرقة النفط الليبي وكدة أنها لن تتوانى في حماية مقدرات وثروات الشعب الليبي والمحافظة على سيادته الوطنية ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة طبقا للمواثيق الدولية ذكرت الحكومة أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها التي وصفها البيان بالجهة الشرعية هي الوحيدة المخولة بالسماح للنقلات النفط بالرسو داخل الموانئ الليبية وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قد رفعت حالة القوة القاهرة عن مينارس نالوف بداية الأسبوع الجاري ما يعني عمليا عودته لاستقبال نقلات النفط سؤلفت في مدينة أسخرات المغربية الخميس جلسات الحوار الليبي استغياب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام وحضور عمداء البلديات وبعض الفعاليات السياسية عمد بلدية زليتن مفتاح حمادية كذلك قناة ليبيا لكل الأحرار أنه جرى صباح الخميس انعقاد جلسة جمعت البعثة الأممية بعمداء البلديات والنواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب أضاف حمادي أن هناك مساعي من البعثة الأممية وباقي المشاركين لدفع المؤتمر الوطني العام إلى العدول عن قراره والعودة إلى المغرب وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادين ليون قد حث الأطراف الليبية على ضرورة العودة إلى الصخيرات لمتابعة المحادثات هذا وأكد عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي المشارك في حوار الصخيرات أن ديمقراطية التوافق تقتضي أن توحد جميع الأطراف أهدافها المستقبلية لعين البعثة الأممية إلى أخذ تحفظاتهم بعين الاعتبار ما أطلق عليه ديمقراطية التوافق تقتضي أن يدخل الجميع متفقين على كل النقاط التي ستواجههم مستقبلا نحن مع المسودة ولكن مع أن تورد التحفظات التي أوردناها على هذه المسودة وما ذلك إلا خدمة للمصلحة العليا للوطن التي نسعى جميعا لإقرارها اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا برنادين ليون أن ليبيا تقع على حفة الهاوية محذرا من الانهيار الاقتصادي والسياسي للبلاد ومن استغلال ما يعرف بتنظيم الدولة لهذا الوضع قصد التمدد في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية ايفي أوضح ليون أن عدد المقاتلين المتشددين في ليبيا يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 أغلبهم على شكل خلايا باستثناء سرط حيث يوجدون في شكل وحدات عسكرية وأكدا أن انقسام البلد بين حكومتين يساعد التنظيم على الانتشار إلى ذلك اعتبر اليون أن النزاع في ليبيا من الحالات القليلة التي لا يوجد فيها تفضيل لأي من الطرفين عبر زعماء دول مجموعة البيريكس عن قلقهم من تصاعد الصراع في ليبيا وكيدين أن التدخل العسكرية في 2011 أدى إلى تفكك الدولة وتزايد أنشطة المجموعات الإرهابية ودعا زعماء الدول في البيان الختامي لقمتهم الخميس بأوفا الروسية إلى تجاوز الخلافات وتكوين حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن وعبر زعماء المجموعة والتي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أعبروا جميعا عن دعمهم لتعزيز الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة عن طريق دعم دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي قال مصدر خاص لقناة ليبيا لكل الأحرار رأينا مجلس شورى مجاهدي درنا قام باستهداف نقاط تمركزات لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة القرفات السبعة المطلة على المدينة وأضاف المصدر أن ما يعرف بتنظيم الدولة كان قد أعلن في بيان نشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أحياء باب طبرق والساحل الشرقي هي أحياء عسكرية دعيا الأهالي إلى الخروج منها من جهة ثانية قام فريق مفوضية الكشاف والمرشدات بدفن جثة عثر عليها بالقرب من شاطئ حي السيدة خديجة بالمدخل الغربي من درنا بمقبرة الظهر الحمر جنوب المدينة أقامت جمعية درنا الخيرية مائدة إفطار رمضانية للعمالة الأجنبية بشركة الخدمات العامة بالمدينة وأكدت الجمعية أن العمالة المستفيدين من الإفطار لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر ويعنون ظروفا معيشية صعبة أكانت جمعية درنا الخيرية قد استأنفت نشاطها بداية شهر رمضان بعد اغتيال إثنين من مؤسسيها هما ناصر بورواغ وفرج لحوتي قمنا هذه المائدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات قضى عمله إلى مثال فذكر من الصدقة الجارية فهذه هي من باب الصدقة الجارية في عمال النظافة بشركة خدمات العامة بالمدينة الدرنا والذين نمكن لهم كل احترام وتقدير لما أبدوه من مزهود لما أبدوه من عمل جبار حتى خلال فترة الأزمة عبر عدد من منتسبي غرفة العمليات الموالية لمجلس النواب بالمنطقة الغربية عبروا عن استغرابهم مما وصفوها بالإجراءات المشبوهة عبر إعادة قيادات النظام السابق إلى المؤسسة العسكرية والأمنية مؤكدين في بيان تلفزيوني أن من أهداف ثورة السابع عشر من فبراير تكوين جيش قوي ولا أهول الله ثم الوطن ننبه السلطة الشرعية التي نعترف بها طوعا والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبطقة منه أنهم مسؤولون بشكل مباشر عن كل التداعيات التي حصلت نتيجة عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجيش وترك مجاله للأهواء الشخصية ابتداء من تغيير اسم الجيش الليبي وانتهاء بالأساليب الغير المجدية قال رئيس المجلس العسكري في صبرات الطاهر لغرابلي إنه من المتوقع أن تتوقف المفاوضات الجارية بين قوات فجر ليبيا وقوات ما يعرف بجيش القبائل أوضح لغرابلي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المفاوضات الحالية بين الطرفين لم تحرز أن يتقدم مشيرا إلى أنها تجري بشكل غير رسمي أشار الغرابلي إلى هدوء الأوضاع في معظم جبهات المنطقة الغربية كشف ديوان المحاسبة عن وجود بيانات بأسماء ليس لأصحابها قرارات تعيين أو عقود عمل ذلك عند عملية إدخال المرتبات بمنظومة الرقم الوطني لدى وزارة المدية أكد ديوان المحاسبة على موقعه على الفيسبوك أن ما جرى ضبطه يعد مخالفة صارخة للتشريعات النفذة بالخصوص نبه ديوان كافة الجهات إلى ضرورة التقييد بإجراء بيانات العاملين وعدم التلاعب بمضامينها وتواعد المتلاعبين بالمحاسبة القانونية وجه مصرف ليبيا المركزي رسالة إلى المصارف التجارية وشركة الصرافة والخدمات المالية طلبهم فيها بتعديل توقيت العمل اعتبارا من الأحد القادم جاء في الرسالة أن العمل سيكون يوميا معدى يومي الجمعة والسبت من الساعة التسعة والنصف صباحا إلى الرابعة مساء بالنسبة للإداريين ومن الساعة العشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف مساء بالنسبة للتعامل مع الجمهور وقال مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي عصام العول لقناة ليبيا لكل الأحرار إن هذا التعديل جاء تقديرا لظروف المواطنين لسحب مرتباتهم مع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأ مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري مايو ويونيو لعدد جديد من الجهات العامة قال مدير مكتب الإعلام بالمصرف عصام العول لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المصرف بدأ بتنفيذ أذونات صرف هذه المرتبات فور استلامها من وزارة المالية دون تأخير تقديرا لظروف المواطن في شهر رمضان قرب حلول عيد الفطر المبارك الواحدة متواصلة وفيها بعض الفاصل فرقة إمران تنيريا لمزيغية تحيي سهرة موسيقية في تونس لقت استحسان الجمهور عشرون قتيلا وأكثر من خمسين جريحا من قوات عملية الكرامة في ثلاثة أيام ببنغازي والأمم المتحدة تدين تصاعد القتال وتدعو لوقفه فورا حكومة الأزمة تلوح باستعمال القوة لمنع دخول السفن ميناء السدر النفطي أتصف العمل بالقرصنة ومحاولة سرقة النفط الليبي انطلاق جلسات الحوار في الصخيرات وليون يجتمع الخميسة بعمداء البلديات والنواب المقاطعين واستغياب ممثل المؤتمر أهلا بكم من جديد أعلنت الحكومة التونسية أنها بدأت في بناء جدار رملي وخندق على طول مائة وثمانمائة وستين كيلو مترا بين معبر السجدير ومعبر ذهب الحدوديين مع ليبيا لمنع دخول من وصفتهم بالإرهابيين التقرير الآتي يحاول تسليط الضوء على هذا الإجراء مع ما شهدته تونس مؤخرا من تطورات أمنية أعلنت الحكومة التونسية إقامة جدار عازل لمنع تسلل ما أسمتهم بالعناصر الإرهابية والمهربين إليها وقد أكد رئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد أن بلاده بدأت في بناء الجدار الرملي وخندق على طول مائة وثمانية وستين كيلو مترا بين معبر السجدير ومعبر ذهب الحدوديين مع ليبيا موضحا أن بناء الجدار انطلق بعد أحداث باردو التي ذهب ضحيتها 21 سائحا سنعانا مع جيشنا الوطني لبناء منها واقع على طول خاصة في المنطقة بين رشدير ومن ذهبها فارق تقريب 168 كيلو مترا مش نقليل على طول 168 كيلو مترا منها جدار منها واقي وخندق ووفق ما نقلته القناة الثانية الفرنسية فإن الجدار الذي تعتزم الحكومة التونسية تشيده على هدودها مع ليبيا سيكون من الرمال وعلى ارتفاع مترين وسيمتد على نحو 170 كم فيما أشار وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إلى أن هذا الجدار يعتبر تاتيبة دفاعية تمتد بين معبر سجدير و40 كم بعد منطقة الذهيبة وأضاف الحرشاني أن بناء الجدار سينتهي خلال الأشهر القادمة أولاسي بجدار هي ترتيبة دفاعية بين رسجدير و40 كم بعد ذهيبة إذن هو تقريب 220 كم فيها خنادق وفيها ترتيبة بالرمال وفيها ديميرادور الفوق هي لحماية من حدودنا جدار رملي وخندق على طول 168 كم بين معبر رسجدير ومعبر ذهيبة الحدوديين مع ليبيا خطوة قالت السلطات التونسية إنها اتخذتها لحماية حدودها من تسرب من وصفتهم بالإرهابيين والمهربين وقد تكون مفيدة على المدى البعيد للطرفين خاصة لليبيا التي تحاول منذ سنوات إيجاد حل لعمليات تهريب البنزين باتجاه تونس والتي تؤثر على اقتصادها على صعيد أخر أكد ناطق باسم الهيئة التاسسية لسياغة مشروع الدستور صديق درسي أن اللجنة العمل التي تم تشكيلها عن طريق انتخاب أربعة أعضاء من كل إقليم ستسانف عملها بعد عيد الفطر شرد درسي لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن اللجنة اختارت رئيسا لها هو محمد البدوي الأزهري مضيفا أن اللجنة تمت وضع لائحة داخلية لها تنظم العمل بين أفرادها شدد درسي على أن الهيئة تسعى لإيجاد تسوية مرضية مع ممثلي مكونات التب والطوارج الذين انسحبوا رافضين قرار تشكيل اللجنة قالت شركة ليبيانا للاتصالات في بيان لها أن فرق الصيانة التابعة للشركة تمكنت من إعادة الاتصالات إلى مدينة بنغازي والمرج بنسبة 95% بعد أن قامت بإصلاح البرج الرئيسي الذي تعرض للإصابة بقذيفة الأسبوع الماضي أضفت الشركة في بيانها أن فرق الصيانة ستستمر في عملها حتى الانتهاء من إصلاح الضرر بالكامل مشيرة إلى عودة خدمة الشركة لأحياء السلام والكويفيا إضافة إلى منطقة الطريق الساحلي من دريانا وحتى المرج تختتم بمدينة جالو الجمعة مصابقة لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت شعار ليبيا نسائم السلام التي يشرف عليها مركز سبيل الرشاد وأبي بن كعب لتحفيظ القرآن وبالتعاون مع مؤسسة الفرسان للتنمية الفكرية والاجتماعية وقال عضو مؤسسة الفرسان للتنمية أحمد بازاما لقناة ليبيا لكل الأحرار إن 85 مشاركا يتنافسون على حفظ القرآن كاملا النصف الأخير والربع الأخير فضلا عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة تثقيف الصغار على العمل التطوعي وخدمة الصائمين في الشهر الكريم ذلك ما سعت إليه جمعية جنزور الخيرية بطرابلس عبر حملة لتوزيع الإفطار على المسافرين وعبري السبيل المزيد في سياق التقرير ينكب هؤلاء الأطفال على تحضير سلال غذائية من التمر واللبن والمرطبات وذلك ضمن مبادرة لتوفير إفطار للصائمين من سائقين ومسافرين ومن يصادف موعد الإفطار وجودهم على الطريق المبادرة إضافة إلى كونها رسالة سلام في بلد يعاني الحرب وعملا خيريا في الشهر الفضيل فإن لها هدفا أعمق هو غرس ثقافة العمل التطوعي والعطاء في نفوس الصغار نحاول أن نحن نمو الحب العمل التطوعي والخيري في أطفالنا جيل المستقبل زهرات ليبيا واتمارها اليانعة الأطفال قاموا بمشاركة السلة الرمضانية تعبئة الإفطار الصائم اللي تقوم به الجمعية الأطفال يشاركون بنشاط في تنفيذ هذه الفكرة التي بدأت الجمعية تطبيقها كل رمضان منذ قيام الثورة تقوم الجمعية الآن بعداد وجبة إفطار الصائم تم أعدادها بداخل الجمعية وتوزع في الطريق الساحلي على الناس المسافرين والناس العبرين الطريق وتلاقي الفكرة استحسان المستفيدين والمواطنين الذين يرون فيها ضوءا في نفق الخلاف والعنف الذي دخلته البلاد شباب إن شاء الله عليهم يمدوا في الإفطار للناس في شهر رمضان المبارك وهذه بادرة والله إنسانية وبادرة طيبة في الليبيين وهذه دليلة على أن الليبيين كلهم أخوة وكلهم أحباء وكلهم طيبين وكلهم فيهم البدرة الطيبة يا وإن شاء الله ربي عم السلام والأمل لليبي كلها الجمعية تقول إنها تسعى للاستمرار في هذه المبادرة الخيرية طوال الشهر الكريم وهي تأتي بفضل تبرعات خاصة من الأهالي والمحسنين أحيت فرقة إمران تنيري المزيغية الأربعاء سهرة موسيقية ضمن فعاليات مهرجان المدينة الذي ينظم بتونس العاصمة طيلة أيام شهر رمضان أخدمت فرقة تنيري القادمة من مدينة لعوينات بجنوب غرب ليبيا لجمهور نهج الباشا بتونس إقاعات تتغنى بالموروث الصحراوي لقيت فرقة إمران تنيري والتي تعني باللغة العربية عشاق الصحراء للموسيقى تجاوبا كبيرا من الحضور من التونسيين والأجانب ختم النشرة وهذا تذكير بالعنوين عشرون قتيلا وأكثر من خمسين جريحا من قوات عملية الكرامة في ثلاثة أيام ببنغازي والأمم المتحدة تدين تصاعد القتال وتدعو لوقفه فورا موسيقى حكومة الأزمة تلوح باستعمال القوة لمنع دخول السفن ميناء السدر النفطي تصف العمل بالقرصنة ومحاولة سرقة النفط الليبي انطلاق جلسات الحوار في الصخيرات وليون يجتمع الخميسة بعمداء البلديات والنواب المقاطعين استغياب ممثل المؤتمر دمت في أمان الله موسيقى